موسيقى ذكرى تحييح الأشياء ذكرى عيد الاستقلال لا عيد ولا احتفالات في البحرين بذكرى الاستقلال من المستعمر البريطاني فيوم الاستقلال الذي يصادف الرابع عشر من أغسطس كل عام هو يوم الندم والأسى لدى عائلة آل خليفة الحاكمة التي فجعت برحيل المستعمر الذي مكنها من أرض أوال وقبل أن يخرج منها مجبرة بعد أن أثقل ظهر الامبراطورية العجوز بالمتاعب الاقتصادية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فكان لابد للحكومة صاحبة الجلال من سحب قواتها من مستعمراتها ولكن بعد ترك حكام أوفياء لها وأمناء على مصارحها في المنطقة ومنهم عائلة آل خليفة ولم يخيب الخليفيون آمال أسيادهم البريطانيين لكنهم وكما كانوا أوفياء لهم فإن المملكة المتحدة سهرت على أمنهم وعلى رعايتهم فأمدتهم بالجزارين وفي طلعتهم المقبور إيان هندرسون مهندس التعذيب في البحرين ووقفت بريطانيا مدافعة عنهم في المحافل الدولية برغم الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب البحراني من إعدامات واعتقالات تعسفية وقتل للمتظاهرين العزل وانتهاك لكافة حقوق الإنسان التي يدافع عنها بريطانيا وتروج لها في العالم لكن المملكة المتحدة لم ترى في كل ذلك سوى سيرا على الطريق الصحيح الخليفيون من جانبهم ردوا جميل المملكة المتحدة بالمثل إذ لم يكتفي مليكهم بالتعبير عن ندمه لرحيل أسياده المستعمرين بل أعادهم مرة أخرى إلى البلاد عبر السماح بإنشاء أول قاعدة عسكرية بريطانية في المنطقة لتنضم بذلك إلى الأسطول الخامس الأمريكي وإلى القوات السعودية والإماراتية والدرك الأردني والآلاف من قوات المرتزقة واليوم يتساءل البحرانيون في ذكرى الاستقلال وفي ظل هذه القوات الأجنبية التي تحتل بلادهم إن كان بقي شيء من استقلال البحرين بعد أن فرط آل خليفة بسيادتها وأمعنوا في انتهاك حرمة أهلها فهل يلومن أحد الأهل أوال على ثورتهم ضد هذه العائلة الخائنة التي انقادت لأسيادها البريطانيين إنقياد العبيد الذين لا يعرفون طعم العزة والكرامة المفعمة بهما نفوس الأحرار الصابرين في المعتقلات وفي ساحاته وميادين البحرين إسماء الله ومخطيزين اشتركوا في القناة